هي اول التأثيرات السلبية شفناها النهاردة الصبحة في اسكندرية مقتل اتنين اسرائيليين ومرشد سياحي مصري واحد تاني اتصاب في عمود السواري في كرموس في اسكندرية الشهود بيقولوا ان هم فجوا بصوت طلقات نار بتهز المنطقة كلها من جوه الموقع الاثري وقالوا ان مرتكب الواقع ده امين شرطة عنده 45 سنة ساكن في محرم بيه ومتجوز ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق ومعروف بين الجميع شهود بيقولوا فوق سياحي وصل الموقع وكان فيه زائرين اسرائيليين واحد منهم رفع عالم اسرائيل واعلن ان هو متضامن مع اسرائيل بسبب الاحداث في فلسطين فرض الشرطة المكلف بالتأمين قال له بطل تعمل انت بتعمله ده وحذره فما استجابش فرح نطلع سلاحه وضربه بالنار فرض الامن ده معروف في المنطقة كانت عرض لحادث انقلاب متسكل وتغيب فترة للعلاج قبل ما يرجع لعمله طيب الموضوع ده ايه النهاردة وانا ببص على الكلام اللي حصل ده وكثير من الناس اللي عندهم شوية ثقافة وشوية علم قال لك يا ده يا دقي الكلام ده هيقصر على مصر هيقصر على السياحة في مصر هيقصر على اكل العيش في مصر لكن من الناحية التانية ناس كتير طلعت على مواقع التواصل الاجتماعي وقعدت تهلل لهذا العمل الحقيقة انا عارف ان اللي انا اقوله مش هيجب ناس كتير وبالتالي الناس دي ممكن تطلع تهاجمني وتقول 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 سانا قاعد بتذكر كده ايام اختيال الرئيس الراحل انور السادات كان فيه موجة عالية موجودة في مصر من احسن يستاهل كنت انا لسه طالب في الجامعة في بدايات الجامعة وكان انك انت تطلع تقول للناس الكلام ده كنت تتهاجم طول الوقت حتى وانت شاب صغير حتى قبل ما يحصلت الاستقطاب العنيف اللي موجود النهاردة في المجتمع المصري لما برجع بالذاكرة بقول هو انا ازاي كنت قلقان من الاصوات اللي بتتكلم على الكلام ده وازاي ما قلتش الا في قديق الحدود رغم ان انا حدودي كانت زميلي في الجامعة زميلي اصدقائي هنا وهنا النهاردة ما ينفعش نقول الكلام ده ما ينفعش اننا نطلع ونقول اه وازاي